أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان انضمام مصر إلى عضوياتها رسمياً خلال أعمال الدورة الحالية رقم 66 لمجلس الإدارة تتويجاً لجهود الدولة في تعزيز أبحاث السرطان وجهود الوقاية منه وذلك خلال السنوات الماضية تم رفع العلم المصري داخل مقر الوكالة بمدينة ليون الفرنسية وقد أعلنت وزارة الصحة فوزر رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة الدكتور هشام الغزالي بعضوية المجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان جاء ذلك بالانتخاب خلال نعقاد مجلس إدارة الوكالة بمقرها في مدينة ليون الفرنسية ويعمل الدكتور الغزالي أستاذاً لطب الأورام ومديراً لمركز الأبحاث بجامعة عين شمس ومشاركاً رئيسياً في المبادرة العالمية للقضاء على سرطان السدي والتابعة لمنظمة الصحة العالمية